استغلالا لحالة الطوارئ التي تعيشها دولة بيلاروسيا او روسيا البيضاء قامت عصابة مكونة من اربعين رجلا تابعا لحكومة السخيرات بجريمة متعددة الجوانب في العاصمة البيلاروسية مينسك هجوم كبير قامت به مافيا السراج على السفارة الليبية في روسيا البيضاء السفارة تابعة للحكومة الليبية المجموعة قادها رمضان يونس الفرجاني ووسام عبدالله جميل ورمضان احمد بوصاع ليهاجموا مبنى السفارة ويحطموا محتوياتها ويعتدوا على طاقم السفارة والقائم بالاعمال محمد مرعستيتا في خرق واضح للقوانين البيلاروسية والدولية المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيلاروسيا انتولي جلاز قال ان ما حدث يهدد الامن العام ويخالف النظام المعمول به في البلاد من جانبه اعتبر ستانيسلاف كودرياشوف المستشار الامني للقائم باعمال سفارة ليبيا في بيلاروسيا ان محاولة اقتحام سفارة ليبيا في منسك تصب في مصلحة حكومة الصخيرات غير شرعية واضاف كودرياشوف ان الجهة التي تقف وراء الاقتحام معروفة مضيفا نحن نعرف منظم الاقتحام وهو ملحق عسكري سابق عامل كسفير لبعض الوقت لم يعد له نفوذ وهو من الموالين لحكومة السراج وهو نفس الشخص الذي كان يحاول الاستيلاء على مبلغ ثمانية ملايين يورو مجمدة منذ سنوات كودرياشوف قصد رمضان الفرجاني القائم باعمال السفارة محمد ستيتا طالب السلطات في روسيا البيضاء الوقات اللازمة ضد المعتدين الذين اسماهم مرتزقة وارهابيين مناشدا الرئيس اليكسندر لوكاشينكو بالتدخل العاجل وعلى اثر ذلك تدخلت قوات الامن البيلاروسية وطوقت السفارة لتلوذى عصابات السراج بالفرار لتظهر السليب رجال السراج الارهابية في التعامل مع القضايا الدبلوماسية وتشويه صورة البلاد في الخارج بشكل غير مسبوق ترجمة نانسي قنقر